في ظل غياب أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية تمارس وسائل أعلام في العالم العربي بث خطاب كراهية معاد للاجئين السوريين ويبدو ذلك جليا وفق ما عرض في ندوة حول حقوق الإنسان والإعلام في أوقات الأزمات واصدى مطالبات بمواثيق أخلاقية تحكم تناول هذه القضايا طبعا كانت كل من تمركز على خطاب الكراهية بحق اللاجئين السوريين في وسائل الإعلام كان نموذجي ابتداء هو الإعلام الأردن ثم الإعلام العربي وتحديدا المصري الذي يظهر في صورة اللاجئ السوري وكأنه الذي أخذ حصة المواطن في الأردن أو حصة المواطن في مصر وضغط على بنيته التحتية هذه الصورة السلبية التي تجاوزت مسودة أخلاق العمل الصحفي التي لطالما اعتدنا عليها في مؤسساتنا الإعلامية خلال الندوة التي عقدت ضمن فعاليات مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان تم التركيز على ضرورة تجاوز خطاب الكراهية من خلال توسيع التدريب على صحافة المواطن ليتمكن اللاجئون من بث رسائلهم مباشرة إلى العالم عبر امتلاك الأدوات الفكرة كلها أنه اللاجئات يقدروا يحصلوا على إذا بدك سكلز الأساسية أو المهارات الأساسية على الكتاب الإبداعي على التعبير عن أنفسهم على القيادة وخلافها والهدف أنه تقدر تعبر عن نفسها أولا كامرأة وثانيا كلاجئة كمان ومع توقعات بوصول عدد اللاجئين السوريين إلى نحو ثلاثة ملايين تحاول عدد من الهيئات الدولية توعية المجتمعات المستضيفة في محاولة للاندماج نحن طبعا منعرف أنه فيه أزمة كبيرة جدا بموضوع اللاجئين ومنعرف أنه فيه أزمة كبيرة جدا بموضوع الميديا وكيف عم بتشوف اللاجئين ومنعرف أنه فيه كمان خطاب كراهية مع اللاجئين السوريين فنحن اليوم فيه عنا ثلاث متحدثين كل متحدث بدوا يحكي من جهة مهرجان كرامة في دورته الرابعة هذا العام تناول عددا من الأفلام التسجيلية السورية تناولت أوضاع اللاجئين والانتهاكات الممارسة بحقهم في دول الجوار حسن الرواش ديورينت نيوز عمان